سباح الخير هنعمل النهاردة مع بعض بروست الدجاج بنفس الطعم ونفس القرمشة اللي في المطاعد وكمان هنكون ضمنين الجودة والنظافة وده لاننا عاملينه في البيت يعني بعد الفيديو ده مش هتطلب بروست تاني من بره يلا بينا نبدأ الفيديو وان شاء الله الوصفة تعجبكو بس قبل ما نبدأ ياريت الفيديو لو عجبكو تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب للقناة اول حاجة هابدأ بيها هي تدبلة الفراخ هحط كوباية زبادي واللي مش متوفر عنده الزبادي ممكن يحط لبن رايب او يحط كوباية لبن وبعد كده هحط ربع كوباية صغيرة خل وبعد كده هابدأ انزل بالتوابل التوابل بقى عبارة عن ملح فلفل توم باودر بصل باودر بابريكا وخردل الخردل اللي هي المستردل باودر ودي لو مش متوفرة ممكن نحط معلقة كبيرة من المستردل العادية اللي عندنا وبعد كده هقلبهم عشان ابدأ احط الفراخ واللي حابب البروست يبقى سبايسي يزود على التدبيله هوت سوس الجاهز اللي بيتباع في السوبر ماركت بدل الشطة وده بيدي نفس طعم اللي سبايسي بتاع المطاعم وبالنسبة للفراخ يفضل ان يكون حجمها صغير عشان نضمن السوى يعني مثلا تكون في حدود 900 جرام او كيلو لو الاوزان دي مش متوفرة يعني ما نزدش عن كيلو ومتين جرام بالكتير قوي هبدأ احط الفراخ في التدبيله وهقلبها كويس وهسيبها في التدبيله ليلة كاملة او على الاقل 4 ساعات خطوة ان انا سيب الفراخ في التدبيله ليلة كاملة دي خطوة مهمة جدا وهي دي اللي هتحسسنا ان تعمل بروست اللي احنا عاملينه في البيت زي اللي جاهز بالزبط بعد كده هبدأ اعمل فتحات في الفراخ بالسكينة قريب من العضل وده عشان نضمن السوى وعشان التدبيله تدخل جوه الفتحات دي وتخلي تعمل فراخ احلى وبعد كده الدقيق اللي انا هغلف به الفراخ من بره هحط عليه نفس التوابل اللي انا كنت حطوه في الفراخ بس بكميات اقل شوية هحط ملح فلفل توم باودر باصل باودر بابريكا وخاردل ومعلقة كبيرة نشا ومعلقة صغيرة باودر نيجي بقى للخطوة الاهم واللي هتديني ارماشة زي بتاعة المطاعم هم تلات خطوات اللي هيساعدوني ان انا اعمل الارماشة دي اول حاجة هحط قطعة الفراخ في الدقيق وقلبها زي ما انا بعمل كده وبعد كده اسبت الدقيق على الفراخ بان انا اضغط وبعد كده انفض الدقيق الزيادة بس انفضه جامد شوية يعني انفضه بان انا اخبط كده على الطبق بقطعة الفراخ زي ما انا بعمل كده بس هما دور الثلاث خطوات اللي هيساعدوني ان انا اعمل الارماشة دي بس بالتكرار يعني هعمل كل خطوة كزا مرة وبعد كده احطها في المياه ثانية وارجع عيد الخطوات دي تاني وفي الاخر هتديني التعريجات اللي في الاخر بتبقى مقرمشة بعد التحميل معاكم قطعة كمان عشان نعيد الخطوات مع بعض هحط قطعة الفراخ في الدقيق وهقلب هضغط بايدي عشان اسبت الدقيق وبعد كده انفض الدقيق الزيادة وحطها في المياه ثانية وارجع عيد الخطوات دي تاني بالنسبة للتحمير في كزا نقطة المفروض ناخد بالنا منهم اول حاجة ان الزيت يكون غزير او عميق تاني حاجة منزلناش الفراخ مع بعض يعني هما قطعتين او تلاتة في المرة تالت حاجة ان الزيت الاول بيبقى سخنه على نار عالية وبعد ما بنزل بالفراخ بعد دقيقة او دقيقتين بخلي النار متوسطة عشان اضمن السوى من جوه رابح حاجة ان الحاجة اللي انتي بتحمري فيها المفروض تكون جودتها كويسة وسمكها كويس علشان ما تلسعش الفراخ من برا وتكون لسه مستودش من جوه كل قطعة هتاخد حوالي 15 دقيقة سوى عن نار وانتلحها لما توصل للون الدهبي ده وده شكلها بعد ما خلصت نفس اللون الدهبي بتاع المطاعم ونفس الارمشة ولو دقتوها هتلاقوها نفس الطعم جربوها وان شاء الله هتعجبكم وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب للقناة وبالهنة والشيف ترجمة نانسي قنقر